سلمت قلبي يا ربي لتوصله رفعته لك من خوفي فأنت لو تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة سويت لايف أول شي خلونا وصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد كيفكم إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير يا رب ورجعنا لكم اليوم بروتين جديد روتين هيك تشجيع وتحفيزي إن شاء الله بلسنا بأول تعزيلات سهر رمضان هيك سبحان الله لأنه اليوم واحد شعبان أنا بسجل الفيديو بواحد شعبان اللي هو واحد ثلاث فسبحان الله هيك بتحس ريحة رمضان كلها صارت بالبيت وهلت يعني فقالله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب فأول شي حبت أشارك معاكم تعزيلتي للمطبخ أول شي عندي هاي خزان المطبخ كامل حبت أفرجيكم إياها قبل وبعد عشان بآخر الفيديو تشوفوا كيف صارت بعد ما نظفتها وعقمتها تنظيف عميق جدا وصراحة دائما المصبخ بأخذ معي من يومين لثلاث أيام لأنه في كثير أشياء وكسات وهيكا فبأخذ كثير معي وقت أكثر من الغرف فحبت أني أبدأ فيه فأول شي عندي هنا أنا عندي الجزء العلوي عندي بس خزانتين واحدة للكسات واحدة للصحون فأول شي بلشت بالكسات نزلتهم كامل من جو الخزان لأنه بدي أنظفهم وأعقم نفس الخزانة تعرفوا دائما التنظيف العميق عن جد لازم الواحد يشتغل من قلبه يعني مش تغل بذم وضمير يعني مش إنه يلا نمشي وهيك لا فهون أنا فضيت كل الصحون اللي عندي والكسات طبعا شايفين هاي كل إشي موجود عندي بالخزانة دائما بحب أنظم شغلتي أول بأول عشان تسهل علي الترتيب والتعزيل فيما بعد يعني أنا بكرا إن شاء الله هيك جبل رمضان بعمل هيك جولة سريعة بالبيت وطبعا دائما بظلي حافظي على نظافة بيتك يعني كل ما إنتي عزلت تعزيلة قوية خلص مش رح ترجعي بعد عشر أيام أو خمستعشر يوم أو حتى شهر إنه ترجعي تعزلي من أول وجديد زي هيك تنظيف عميق وهيك لا خلص إنه بتصير يعني ترجعي كل شي مكانه وتنظيف سريع هاي الأشياء اللي أنا حطيتها على الغاز هاي الأشياء بدأ أنا أستخدمها لرمضان كنت ضبيتها فحكيت لا خلص ما في أحلى من مناسب تسهل رمضان لأطول هاي الأشياء وحطيت سلي كبيرة حطيت فيها كل الأشياء اللي ما بدي ما بدي إياها وبدأت خلص منها حطيتها بسلي هيك عشان أعرف شولي بدي إيا وشولي ما بدي إياه بعدين إجيت على المجلة سكرت المجلة وحطيت فيه ماء عبيته ماء وحطيت فيه سائل الجلي وشوي من اللمصات محمد الخل والهايبكس عشان هيك أنظف كل شي فبلشت أول شي بالصحون شايفين كل شي لازم عندي يتنظف بالتنظيف العميق فحبيت هيك يعني أنه أشارككم كل إشي أنا بدي أعمله واتشجعوا معاي وتنشطوا ولا تتكاسلوا عن جدول في بعض النشاط طبعا أنا هنا كنت صاحي تقريبا بكير كثير يعني صحيت على ستة لستة ونصب بس بلشت بالمطبخ على ساعة ثمانية لأنه أنا صويت البيت ورتبته كل إشي وأفطرت كمان فعشان هيك أنه بلشت بالمطبخ على ساعة ثمانية لما راحي متقدمة كل إشي عندي صحون لبعدي أشياء زي هكذا كلها تليفت شايفين هناك بلزول هذول كلها تلماع وتليف كل هذول الزبادي لصحون كامل شايفين ظل عندي بس كاسات الشاي وفنجيني القهوة هاي الأشياء بس قلت خليني أخلص من خزانة السحون والزبادي بعدين باجي لخزانة الكسانة للسحون طبعا أنا عندي هون شغلت مكنسة البخار عشان أشتغل فيها بعطي تنظيف وتعقيم غير شكل بعد شايفين الساعة صارت عندي عشرة يعني تقريبا إلي ساعتين بالضبط فخليكم ما إياني بعدين عندي جبت مكنسة البخار زي ما إنتو شايفين هيك مشيت على كل الخزانة من جوه ومن بره ومن على الجوانب كل إشي حطت عليه البخار طبعا لأنه بنظف وبعقم زي ما حكيت لكم وحتى في بعض الدهون كلها راحت مع البخار عن جد طريقة البخار بتجنن يعني ما شاء الله كثير كثير ممتازة سهلت صراحة علي كثير بالوقت وبالتعزيل وهيك فساعدتني بشكل مطبيعي الحمد لله رب العالمين بعدين بعد ما خلصت جبت عندي فوت وحطت عليها شوي من الديتول ومسحت فيها الخزان كمان من جوه من بره بتاع طريحة ونظافة غير شكل شايفين لسه مستمرة شاء الله ساعة تقريبا 12 إلا 10 شايفين كل إشي حندي صار بالمعلامة هاي بلشت هون أضب الفنجين القهوة وهيك بس لسه ما كملت خلصت هون شايفين هاي لصحون والزبادي وكل إشي حطيته هون بمكان واحد شايفين هون عندي لسه مرتبت الكاسات وباقي فنجين والشفات يعني لسه بس حب أفرجيكم كيفيك الكاسة بتلمع لمع هاي كاسة هيك تحت الضو شايفين شايفين كيف بتلمع ما شاء الله تحت الضو عشان يبين أكثر بتلمع لمع ما شاء الله فكل القزاز نفس الأشي هون كمان طلعت درجة المعالق والشوك والزكاكين شايفين هيك ليفته وغسلته ونشفته هون طبعا هسا كله رح أنشفه بالفاين بعدن يعني بخليه تهوى شوي قبل ما أضبه وهون عندي شايفين كل المعالف وهاي الأشياء كلها حطيته هون شايفين يعني لسه المطبخ بعده مع جهوك يلا خلينا نكمل سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت لو تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوك لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأنا أمضي وحول المزر والولهوك يا ربي خذوا إلي أمضي 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 وعليه شوي الدتول بمسح كل اللي مشيت عليه بالبخار بيعطي نظافه وتعقيب غير شكل طبعا للي ما يمده مكنسة البخار عادي يعني إذا بتكو تعقمو بتجيبو بخاخ بتحطو في شوي من الخل وعليه مي وكمان كربونات السوديوم وسائل الجلي بتخضوهم هيك مع بعض وبتبلشوا ترشوا على كل إشي بتكو تنظفوه كمان بيعطي نتيجة كثير ممتازة بس أنا لأنه عندي هاي المكنسة حبيت أنه أستخدمها وهيك كان عندي اليوم الثاني بلشت فيه خزانة المونة طبعا نزلت كل إشي فيها طلعتوا هيك بره ونظفت وعقمت وهويت الخزاين بتعرفوا دائما خزانة المونة دايما بتكون معجوقة لأنه كلما الواحد يشتري أشياء من الماركت يعني بحطها هيك بالخزانة وكل وفوق بعض بيصير ويعني الوضع مش طبيعي فخلص يعني حكينا لمتى يعني بدنا ننظم كل إشي ورتب كل شي طبعا أنا باستخدم السلات كثير بتساعدني بتنظيم الأغراض فلما طلت كل الأشياء الموجودة عندي طبعا يعني لازم تتأكدوا من صلاحية أو تاريخ الانتهاء عشان ما يكون عندكم إشي يخربان أو إشي بده يخرب قرب يخرب يعني استخدموا فأنا عدي هنا ما كان إشي بدي أتخلص منه كان عندي بس إشي ضايل عليه تقريبا شهر اللي هو القمردين فنظل عليه شهر فحكيت بدي أستخدم إن شاء الله معاكم بس مو هذه الفيديوهات إن شاء الله بالأيام الجاي لأنه ضايله شهر فحكيت خلص باستخدم على أول رمضان بعدين هنا أنا عندي نظفت السلات نفسها بالبخاخ اللي حكيت لكم بعده بتعملوه وبعدين بعلشت أنتب طبعا هاي المنظمات كل سلة أنا حطي فيها أشياء يعني السلة حطيت فيها أدوات الحلو وسلة حطيت فيها الأشياء اللي زايدة عندي مثلا كياس النشل كاكاو هاي الشغلات وسلة حطيت فيها البهرات مثلا الكمون الحبل القرفل هاي الشغلات يعني فهيك بسهل علي كثير بعدين عندي بعد ما خلصت من الخزين طبعا الخزين اللي الجزء السفلي صراحة أنا رتبتها مع نفسي يعني لأنه حكيت إذا بدي أنا أصوري لكم كل شي عن جد بأخذ وقت وكله نفس الطريقة يعني بعدين هنا إجيت لالدفس الرخب بدي أشيل اللاصق اللي كان عليه فاستخدمت المي السخنة وكمان ما جاوبت جبت السشوار بشيل إشي بسيط بعدين خلص مليت صراحة لأنه كان كثير متعب يعني أتعبني بشكل مطبيعي بعدين حكيت لا خلص خليني أجرب البخار بلك يطلع يعني بس عن جد البخار كان إشي روعة بس أحط على بداية اللاصق وبطلع مباشرة زي ما إنتوا شايفين فالحمد لله رب العالمين شلت كل اللاصق اللي موجود على الرخام لأنه أنا بدي أستخدم هيك أشياء جديدة وأجيب أشياء جديدة عوجه رمضان إن شاء الله كل عام وإنتوا بألف خير فحكيت إنه بدي أتخلص من هذا اللاصق وبس يعني فحبيت إنه أفرجيكم كيف إذا عندكم لاصق بتقدر تستخدموا هاي الطريقة السشوار صراحة ما تضبط كثير معي فما بعرف إذا في لاصق ثاني نوعيته بتضبط لها السشوار ما بعرف صراحة بس أنا اللي عندي اللاصق اللي عندي كان نوعا ما نوعيته شكلها مش كثير حلوة عشان هيك غلبني في إنه يطلع وبس هسا بدي أفرجيكم جولي بالمطبخ بعد التنبخ أول شي رح أفرجيكم الخزاين أول شي أنا عندي الجزء اللي فوق العلوي ما عندي إلا بس خزنتين هاي الخزاني وهاي هاي عندي كل الصحون والزبادي وعندي بس الكاسات وال يعني الشافات وهاي الشغلات شايفين طبعا فوق الخزاين أنا حاب الكارتين يعني بحب أنا أخليها شايفين وبعدين منيجي على الرخام هاي رخامة كاملة طبعا زي ما إنتوا شايفين شلت كل اللاصق اللي كان عليها رجعتها زي ما كانت ونظفتها ولمعتها بمكنزة البخار وكل إشي تعقم شايفين هاي عندي الخزانة المونة واللي تحتها الأجهزة الكهربائية كاملة هادول السلات هادول فرجيكم كثير كويسات للتنظيم شايفين أنا حطي ورس السلات كاملة يعني كل سلة إلها مجموعة أغراض يعني هيك شغلات هاي الخزانة الأولى بعدين عندي هون بيجي أربع جرارات هاي أول واحد عندي سككين ومعالق شايفين بعد ما تنظف وتعقم عن جد اللون بجنن وعندي الجرارة الثانية هاي فيها كل المغارف والأشياء اللي بستخدمها وهاي شايفين السندوق هيك صغير حط فيه كل الأشياء اللي هيك الصغيرة يعني شايفين يعني مدقة الثوم مبشرة البطاطا كاملة هاي الشغلات شايفين وعندي كمان هون كل الكواب اللي بستخدمها كثير يعني حط فيه كل الكواب اللي بستخدمها للشاي للزهورات للبابونج للأشياء السخدة يعني هيك شي وهون في عندي هاي الخزانة في عندي الرز والسكر والزيت والناتج الزتون يعني هيك جرارات وبعدين بنجي هون شايفين هاي الرخامة كاملة صارت فاضية يعني حطت عليها بس أشياء خفيفة فبنجي لهاي الخزانة على الباب هون حطي الله مستش محمد الصفيات وهون عندي المقص شايفين حطي هاي الخزانة كل الأشياء الفرن البايريكس والصواني واللامات يعني هيك شغلات وبعدين عندي هاي الخزانة هاي الخزانة الصعبة شايفين حط فيها أبريق الشاي والترامس القهوة وهون عندي فوق حطي هون المجلة وفي عندي هون اللي تحت المجلة خزانة تحت المجلة شايفين هاي بس هيك حطي فيها هاي السلة اللي هون حطي فيها كل كياس بعيدانكم اللي سبالة عملتها عشكل سامبوزك حطيتها بالسلة هيك أنظف وأرتب وحطي أشياء التنظيف اللي خاصة للمطبخ أكثر شي وهون عاملة سلة حطي فيها كل أدوات التنظيف اللي باخذها مرة واحدة على أي مكان بنظف فيه هيك بتسهل علي وقت وهنا على الباب حطي كياس التفريز وهي فوقت المطبخ وكمان هنا أوكزات الكرتون تمام وعلى الباب هنا حطي اللهم صلص محمد يعني فوقت المطبخ وعندي هاي الخزانة ما بقدر أفتحها كثير لأنه خزانة ضيقة شوي لأنه هون عندي جلاية ففيها الشغلات عادي ما بستخدمها كثير وهون عندي العجان والطنجرة الضغط حطيتم هون وهون عندي الرفين حطي بهارات وماء زهر وماء ورد وهيك شغلات يعني شايفين؟ وهون عندي الشباك أنا عندي الشباك ما بطل على شي يعني فداما نمعتم وهي عصفيري شايفين؟ وهيك هاي كل مطبخي وهون طبعا الغاز وجنب الغاز فيه خزانة حط فيها البصل والبطاطا وهو أدوات اللي ما بستخدمها كثير يعني هك شغلات شايفين؟ هاي المطبخ كامل حبيت أفرجيكم إياه بعد التغذيف إن شاء الله تكون هيك الجولة عجبتكم وطبعا ريحت النظافة عن جد بتجنن لأن كل إشي تعقم وتنظف بالبخار وهيكا عن جد إشي حلو ريحت النظافة خرافية شايفين الساعة 9 وربع الصبح أنا بصوري لكم على 9 وربع الصبح فلما خلصت كل إشي ولهون خلصت كل إشي معاكم نظفت كل شي طبعا فيه أشياء أنا ما صورتها لأنه بتأخذ وقت وأنا حكيت إنه أنا بدي أنزلها بجزء واحد مش حبي بجزئين فهيك خلصت تنظيف المطبخ عن جد صار جاهز لاستقبال شهر رمضان كل عام وإنتوا بألف خير يا رب وإن شاء الله بالفيديوهات الجاي رح نروح نشتري مع بعض ديكورات لرمضان للمطبخ خرافية إن شاء الله رح تعجبكم بس إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي ديروا بالكم على حالكم تصبحوا على ألف خير سلام